السلام عليكم مرحبا بكم مرة أخرى على قناة كيزاكو في هذا الفيديو الجديد اللي هو تتمى لدرس توازن جسم صلب خاضع لقوتين إذن في الفيديو السابق كنا قمنا بتذكير لشرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين اللي شفناهم في السنة الثالثة عيدا دي دينا للفقرة الثانية اللي هي القوة المطبقة من طرف نابد والتي تساوي كاف ودلتا أل كا هي صلبة نابد ودلتا أل هي القوة المطبقة من طرف النابد إذن دابا غدين مروا للفقرة الثالثة في هذا الدرس واللي هي دافعة أرخاميز نسبة إلى العالم أرشيميد إذن أشنو هي هاد دافعة أرخاميز دافعة أرخاميز هي قوة تمس بالنسبة للقوة كنعرف بأن هناك قوة تمس وقوة عن بعد إذن دافعة أرخاميز هي قوة تمس المطبقة من طرف مائع كيفما كان سائل أو غاز على الأجسام المغمورة فيه كليا أو جزئيا مثلا إذا أخذت واحد الكورة وبغيت نديرها في واحد الكاس ممكن أنني نديرها كاملة في هذا الكاس أو غير جزء منها إذن قلنا دافعة أرخاميز هي قوة وبالتالي فلها مميزات لها شي حاجة ضرورية لأن أي قوة لها مميزات أشنو هما هاد المميزات نقطة التأثير الاتجاه المنحة والشدة واللي هما أربعة ديها المميزات ديها لأي قوة إذن بالنسبة للاتجاه فهو رأسي دائما رأسي الاتجاه المنحة نحو الأعلى ديما هي كالدفع الأجسام الفوق كالمثال اللي هضرنا عليه نتاع الكورة إلا غمرنا كورة في الماء فبطبيعة الحال الماء ما ديش يخلدك الكورة تنزلتها وتغرقها هذي بقى يدفعها باش تطلع الفوق دائما منحة دافعة أرخاميز نحو الأعلى تفاهمين على هذه النقطة إذن الاتجاه رأسي والمنحة نحو الأعلى ونقطة التأثير اللي خسرت ضروري هالبال اللي هي مركز ضيق السائل المزاح من طرف الجسم أو بالأحرى مركز ضيق الجسم المغمور ناخدو هذا المثال باش نفهموه أكتر إذن عندنا كورة مغمورة في الماء ماشي كليان غي جزئان يعني عندنا هذا الجزء هو المغمور في الماء بالنسبة لنقطة تأثير دافعة أرخاميز المطبقة على الكورة على الجسم المغمور عفوا كيف ما قلنا هي مركز ضيق السائل المزاح من طرف الجسم أو مركز ضيق الجزء المغمور إذن عندنا الجزء المغمور هو هذا مركز ضيق الجزء المغمور هو هذا النقطة وبالتالي فإن نقطة تأثير دافعة أرخاميز هي هذه النقطة هي مركز ضيق الجسم المغمور اتجاه رأسي والمنحة نحو الأعلى هذا كان فيما يخص جسم المغمور في الماء جزئان نشوفوا الحالة الثانية حيث أن الكورة مغمورة كليا في الماء نحاول نحضر نقطة تأثير دافعة أرخاميز المطبقة من طرف السائل على الكورة كيف ما قلنا مرة أخرى نقطة تأثير هي مركز ضيق الجسم المغمور في السائل إذن عندنا جسم مغمور في السائل هو الكورة وبالتالي فإن مركز ضيق الكورة هو هذا إذن فنقطة تأثير هي مركز ضيق الجسم وبالتالي فإن نقطة تأثير هي هذه اتجاه رأسي والمنحة نحو الأعلى زيان هضرنا دابا على اتجاه المنحة ونقطة تأثير قتلنا الشدة من خلال تجارب قاموا بها المختصين فشدة قوة دافعة أرخاميز تحسب بالعلاقة التالية كيف ما قلنا سابقا أي قوة إلا ولها رمز فمثلا القوة المطبقة من طرف النابد كنا أعطيناها الرمز D إلا عقل تو شدة الوزن كان رمز لها ب P شدة تأثير سطح R إلا آخيرة هنا يا دافعة أرخاميز تعطيناها F أو كي اللي كيرمز لها ب F A يعني فوكس ضخ شيمد أو بوسي ضخ شيمد عشنو كتساوي هاد F كتساوينا رو في V في G عشنو هي هاد رو رو هي الكتلة الحجمية للمائع في المثال دينا عندنا الماء هو المائع إذن رو هي الكتلة الحجمية للماء وكل مائع إلا عنده كتلة حجمية معينة فمثلاً كتلة الحجمية للماء هي الكتلة الحجمية تهزد. والوحدة العالمية تاهد الكتلة الحجمية هي الكل prendre على المتر مكعب لأن الوحدة العالمية للكتلة هي الكل LGBTQ. وهو الوحدة العالمية للحجم هي المتر مكعب. إذا الكتلة الحجمية username KG على المتر مكعب. وبالنسبة لV. فهي حجم السائل المزاح. نشوفه هنا هنا نفترض ان نزل مترناس الكرة في الماء. وبالتالي الماء سيكون نزل تحت. ومور ما سنقوم بالكرة في الماء. سنخشيها في الماء. الماء بكل بساطة ستزاد. اذا في هذه الحالة. هي في حالة تزاد لنا الماء. مور ما سنخشينا الكرة في هذا الاناء. وهذا في كتساوينا ايضا حجم الجزء المغمور. اللي هو هذا. فهذا الحالة. احنا كنعرف ونحسبو الحجم منتاع الكرة. اللي هو ربعة على ثلاثة فوا بي فوا شعاع وثلاثة. وهنا الحجم الجزء المغمور وهو نصف منتاع الكرة. اذا لا بغينا نحسبو حجم السائل المزاح. اللي قلنا هو كيساوي حجم الجزء المغمور من الجسم. اللي هو نصف الكرة في هذه الحالة. اذا بكل بساطة. فهو حجم الكرة مقسوم على اثنان. اللي هو ربعة على ثلاثة مضربة في بي مضربة في شعاع وثلاثة. كل مقسوم على اثنان. نشوفو في هذه الحالة. عنا الكرة مغمورة كلين. ونعلم ان حجم السائل المزاح هو حجم الجسم المغمور في السائل. وفي هذه الحالة الحجم منتاع الكرة كنعرفوه اللي هو ربعة على ثلاثة مضربة في بي فوا شعاع وثلاثة. اذا حجم السائل المزاح يساوي حجم الكرة يساوي ربعة على ثلاثة مضربة في بي مضربة في شعاع وثلاثة. الوحدة هي المتر مكعب. يجب أن نرد البال مع الوحدات دائما نحولهم الوحدة العالمية. لماذا؟ لأن إذا لم نحولها ليس الوحدة العالمية في هذه العلاقة قوة الشدة لا يمكنك تخرج لنا بالنيوتون. إذا مثلا الحجم تعطي لنا بالليتر. وما حولناه. ودرنا تطبيقات العددية. فمستحيل تخرج لنا الشدة بالنيوتون. قلنا رو هي الكتلة الحجمية. V هي حجم السائل المزاح. والج هي شدة مجال ثقالة. اللي كنعرفو الوحدة دياذا هي النيوتون على الكيلوغرام. إذا هنا يلا شفنا. علش نحاولو نبرهنه علش افر تخرج لنا بالنيوتون. كيف ما كنشوفوه هنا لدينا الكيلوغرام الفوق. لدينا الكيلوغرام التحت. كيلوغرام مشات مع الكيلوغرام. لدينا المتر مكعب التحت. المتر مكعب الفوق. إذا المتر مكعب مشات مع المتر مكعب. كتبقى النيوتون. واللي هي الوحدة العالمية. منتع القوة F A. فرص دخشي المد. إذا هذه الفقرة كانت هي آخر فقرة في الدرس. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. وما تنسوش تتابعوا الجديد. دينا على قناة اليوتيوب والموقع الرسمي كازاكو بوين كوم. شكرا وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة